له بصمة في التاريخ الجزائري صاحب مؤلفات أدبية وتاريخية أشهرها الأمير عبدالقادر سياسي دوحنكة وبصيرة ونظرة تاقبة للأمور في ليلة الثامن والعشرين من جويليا شاءت الأقدار أن تكتب نهاية قصة المجاهد الدكتور بعلام بالسايح عن عمر يناهز 86 سنة الفقيد من موليد 1930 بولاية البيض غرب الجزائر من عائلة محافظة حفظ القرآن الكريم في منطقته والتحق بالكتاب حاصل على دكتوراه في الأداب والعلوم الإنسانية تقلد عدة مناصب دبلوماسية آخرها وزير دولة ومستشار خاص لدى رئيس الجمهوري عبدالعزيز بوتفليقة عند اندلاعي الثورة التحق الفقيد بصفوف جيش التحرير الوطني بالناحية الثامنة من الولاية الخامسة مطلع عام 57 تسعمائة ألف تقلد رتبة ضابط في جيش التحرير الوطني وأسندت له بداية عام 59 تسعمائة ألف مهام سامية في صفوف الثورة حيث تولى مهمة عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية عام 59 تسعمائة ألف إلى 62 تسعمائة ألف وانضم إلى مجلس الثورة سنة 59 تسعمائة ألف وعمل سفيراً في العديد من الدول الأوروبية والعربية كالقاهرة وأبوظبي والكويت وبعد استرجاع الاستقلال عين أميناً عاماً لوزارة الخارجية سنة 71 تسعمائة ألف حتى 79 تسعمائة ألف كما عين ابتداء من عام 79 تسعمائة ألف عضواً في الحكومة وأشارك بصفته وزيراً للشؤون الخارجية مشاركة حثيثة في الجهود التي بدلتها اللجنة الثلاثية المتكونة من الجزائر والمغرب والسعودية المقررة بالقمة العربية المنعقدة بالدار البيضاء والتي توجد باتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 سنة وفي عام 97 تسعمائة ألف عينه رئيس الجمهورية عضواً في مجلس الأمة ضمن الثلاثة الرئاسية ثم انتخب رئيساً للجنة الشؤون الخارجية بذات المجلس وشغل عدة مناصب حكومية إلى غاية أن أصبح وزيراً للخارجية سنة 88 تسعمائة ألف وفي عام 2005 تولى الراحل وظيفته السامية كرئيس للمجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية بالبلهد وللفقه عدة مؤلفات أدبية وتاريخية باللغتين العربية والفرنسية خاصة حول شخصية الأمير عبدالقادر كما له تجارب في كتابة السيناريو أعمال كثيرة أخرى